أكيد روح حضر معنا صباحة اليوم السيد مصطفى تواتي أكيد بشيحكي على كل هات التفاصيل أهلا وسهلا بك رأي بارك فيك السلام عليكم وتحياتي لكل عمال الشروق بالمناسبة هذه الأكاديمية الوطنية للأمن والوقاية عبر طرق بتنسيق مع شركة اللي ساهمت معنا في هذا النجاح للسلامة المرورية يعني حضرنا بأول مرة في هذا التاريخ أنه حضرنا جائزة معتبرة وهي عجلات منطاطية لأحسن مركبة في السير يعني بأول مرة يلا حابيني نحكو على معايير اختياركم لهذه السيارة المعايير هي فيها 19 نقطة لكن ما قدرش نتكرهها كل ذلك لو نتكرهها احنا على مثلا بكرة إن شاء الله أهم اللقاء اللي رح تركزوا عليهم ربما اللي رح تركزوا عليهم هي الفرمالة بالدرجة الأولى مكابح سيارات نعم والشي اللي يصبناه أنه عندنا احنا ثقافة جزائرية أنه الزيت الفرمالة ما نغيروهش وهو زيت الفرمالة عنده مدة الاستعمال ومدة لازم يتغير وإحنا لما رحنا حتى في السوق يعني باش نشوفوا الزيت الفرمالة نسيبوا في العلبة على زيت الفرمالة تاريخ نهاية الاستعمال هل هناك احترام لهذا التواريخ بكل صراحة من طرف السائقين وأصحاب المركبات؟ يعني نجيك لهذه يعني الأمس برك يعني رح عند إنسان دي بيقدر تغير وكذا أعطينا قطع الأخر قارورة من زيت الفرمالة نصيب التاريخ انتاحها غير صراح من ستة الفين وثلاثة وعشرين يعني هنا عند البائع المشكلة يبدأ عند البائع عند البائع عند البائع لما ثانية نجيبوه ونحطوه في المركبات هو أقص أذنى شيء هو ثمانين ألف كيلو متر يتغير حالما نغيروهش يقولك زيت الفرمالة للأبد وهي ما كانش منها هذه نقطة مهمة جدا يعني نحتركزوا عليها في اختياركم لأنقا سيارة إضافة إلى هذه النقطة؟ إضافة إلى هذه النقطة تخلينا يعني السائل مبرد المحرك يعني لليكيد رفر وديس مار هو ثانية فيه مدة والخطورة تحن تكلموها الخطورة تحق مننا الخطورة تحن هي السائل هذا لما نوسيه في المركبة هو فيه الزيت الزيت هذا هو يحمي الأنبوب يعني التويتري المركبة والمبرد وحتى سخان يعني الشوفاج الخطورة والراهي ما هوش في الأنبوب هذا يقدروا ينتقبوا يتقطعوا يسير الماء ما هوش مشكل تروح مضخة الماء ما هوش مشكل لكن لما يكلاطي يعني ينفجر ينفجر واشمو الرادياتور نتاع الشوفاج إذا كان المسأل على الجهة اليمنى تنقص الخطورة لكن إذا سح على الجهة اليسرى وإن هو اللي يقود السيارة ووسرات وإن حشك سل على رجله 95-92-94-95 درجة أكيد يعني خطورة خطورة ما لغة الخطورة والخطورة هنا والراهي هو كيف يقولون البانيك ما يصير الأخر ما يعرفش وش يدير اللي تؤدي ربما إلى مشاكل وحد أخرى كان فيه هنا حتى الموت صح طيب ربما نحب نعرف نقطة مهمة جدا شكونا قدروا نحمل المسؤولية اليوم في هذه المشاكل ربما هل قلة وعي الناس يعني تحملها المواطن السائق ولا قلة تكوين فيما يخص هو التكوين هو النقطة الكبيرة هو التكوين الروح المدى يستعليم السياقة يعلموا الإنسان الإشارات المرورية وما هوش يعني بصفة أكاديمية أو لا يعني سطحين هذه أو لا وما يدخلوش في الميكانيك السيارة يعني في الغرب دول غربية الدول الغربية يقريوا الميكانيك ما هوش بالإنسان باش يقول لي يلبس الكمبينيزون باش يسلح سيارته باش يقول لي يعرف وش يغير في سيارة حاجة الثالثة لما الإنسان يدي سيارة الميكانيكي الميكانيكي حسب المعلومات أو حتى لا يعني لخلي كونسيسيونات الموبيل يدي سيارة يغيروله وش يعرفه فقط وحاجة الثالثة حنا لما يدي المركبة تتعوه إلى أي ورشة كانت الفاتورة ما ما كانش الفاتورة صح باش كيف الفاتورة هي مفروض أنه يعطيها الفاتورة فيه وش غير دي طي ينقلو دي طي نعم وش غير حنا ما نتكلموش على الأسعار و الأخر دي طي وش غير وكذا وكذا باش الإنسان يعرف وش غير في سيارة ووش لازم يزيد يغير من بعد طيب جميل نقطة مهمة جدا حبيت نطارق لها فيما يخص هذا الموضوع و تهم الجميع أو سلامة الجميع حكينا على المركبات الخاصة للأشخاص يعني الفردين نروحوا إلى النقل الجماعي ربما وقفت أيضا على نقاط لازم نعرضوها للمشاهدين فيما يخص تغيير ربما الزيت بالنسبة للفرامن عند المركبات النقل العمومي خليني نقول ويتسبب دائما في حوادث مرور مميتة وردنا نقف والأعداد هائلة من الجرحى والمتوفين يوميا أو بشكل يومي خلال البرنامج يعني هذه الملاحظة مهمة جدا احنا لما قدرنا هذه الحملة هذه أول بلدية هي بلد الأبيار وكانوا معنا سلك الأمن لوقفنا حافلة نقل الحضاري باش نشوفوا زيت الفرم علىه أو الإنسان اللي يدخل هو المواطن راكم حقارين راكم كذا لسالح المسافر اللي يحبسن هذا الشيء ولما شفنا زيت المركبة يعني عدنا باش نتسوي زيت المركبة هنا كارثة صبناه أحمر فنين مع انتها راهو ما لاخر ذلك ما خطر جدا ولما تكلمنا مع صاحب الحافلة وازلنا تكلمنا مع الإنسان لك راكم في خطر يعني صاحب الحافلة زعاف وخرج باش يدوس معنا باش يدار معنا خلينا باش كو شهر رمضان وما ما 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 دون ذكر الأسماء ولكن هذا واقع وقفتوا عليه يعني من قدروا نخبو على المشاهد لازم نعرضوه نعرفو ولنعرفو المواطن ورهو يركب ومعه من رهو يركب لأنه ويركب ربما نقول حافلة بعض أو حافلة حافلة الموت بكل صرح المواطن يخبرش أسمحني فقط ولكن من خلال هذا البرنامج جهد الحملات التحسيسية أكيد رح توصلوا الرسالة ويعرف من نوجه خطورة ربما هذا الأمر ولا لما توصل أحمر تنين ولا درجة أحمر تنين ما كانش ما كانش يعني ولا ما ولمه هذا وش يدير هو في كيف يقولوله في كيف يقولوله كيف يقولوله يا ربي يعني دي كوي يشوت على الفرمال هذا ويتكلب من المه هذا ويقول يسير يعني لما جي يضغط على دواست الفرمال حتى يسبها راحة البرانشي ما يقدر يسب حتى ما يقدر شي وقفها وهذا اللي يتسبب في حوادث الموت وهذا أخطر شي بس كون بعد أخطر شي أولا هو السائق هو لي راحة الأمام هو لي راحة الأمام وهو أخطر شي السائق هو لي راحة جايب الحافلة أكيد وهذا ما يمنعش أن نحكو أيضا والمواطن يجيب درجة ثانية ما ننسوش أيضا نحكو على معايير السلامة التي تفتقدها الحافلات أو حافلات النقل العمومي في الجزائر ولنقفها لها بشكل يومي يعني لما نروح إلى حافلات إن كان داخلية ولا حتى لتنقل بين الولايات بعض خليني نقول الحافلات بشمن عممش أيضا أو تنعدم فيها معايير السلامة بنسمى للمواطنين للأسف الشديد المعايير هي موشي للحافلات والشاحنات ولا هي كل مركبات ليش فيها إذا يومنا هذا جوزنا أشحان نقول لك ثمانين تسعين سيارة سبنا سيارة وحدة لون أخضر والسيارة ثانية لون برتقالي اثنين أما الباقي كلها أحمر ربما تلقى سيارة حديثة باقي السيارة المستعملة من قبل كلها أحمر نحن ندرنا حتى الـ 2018 وجربنا 2019 منها أحمر للأسف الشديد يعني والله خطورة رايي ترافق السائقين والمواطنين يعني تقدروا تغيروا الزيت ما فيها ولا تصرفوا شوية عليها ولكن تربحوا سلامتكم وسلامت أطفاكم والله قرور تنتع الزيت الأخر شحال بير ستمية دينار وحياته وحيات آخرين شحال بير ما جاش فيه ستمية دينار كما حيات الإنسان ولكن مهم جدا أنه نصلت الضوء على هذا المواضيع يعني حفاظا على سلامة المواطن اللي رأوا يسمع فينا من خلال هذا المنبر كل واحد عنده سيارة أو يملك سيارة رجاء أن يروح يتفقد زيت الفرامل ما هو شيء زيت الفرامل يلا هذه كان نقطة مهمة جدا نصلت الضوء عليها كان العجلات المطاطية بما أن لما باش نقولوا أنه المركبة باش تكون فيه سالمة لازم العجلات المطاطية يكون أربع عجلات نفس العلامة ونفس الطرز يعني رمام رمام مارك رمام سكوتير باش تكون المركبة في سالمة وكان احنا الجزائرين بعد ما يكون الإنسان عنده عجلات شوية ناقصة يروح يشير يشدد يشدد يواصيهم الأمام والقدم يديرهم في الخلف وهي العكس هي العكس للقدم اللي يديرهم من الأمام لأنه عنده لم يقود في يده لو يعني كاش ما يكون في العجل الأمامية يقدر يتحكم يقدر يتحكم في المركبة أما في الخلف ما يقدرش يتحكم للأسف الشديد غياب هذه الثقافة عند بعض السائقين أو أغلب السائقين تؤدي ربما إلى المشاكل نشوف فيها بشكل يومي بشكل كل ساعة يعني في حوادث المرور نقطة أيضا والرسلة أيضا نحب أن نوجهها لسائقي الحافلات اللي ربما رمي يشوفوا فينا رح يشوفوا أيضا الفيديو لاحقا أتمنى منكم ألضا فقط لا تخافوا ربي في أنفسكم وفي العباد اللي يركبوا معكم وروحوا خليني نقول غيروا أو اكشفوا على كل ما يتعلق بالجانب التقني أو السلامة للمواطن أو المواطن وتع السيارة أو الحافلة أو الشاحنات تعكم مع رجاء لأنه مسؤولية الناس في رقبتكم في الختام ربما حبيتنا باختصار فقط الجائزة اللي رح يحصل عليها الجائزة التشجيعية اللي رح تقدموها للفائز بأحسن مركبة يعني أحسن مركبة رح ينهتبلو أربع عجلات مطاطية وكان شركة ثانية دخل معنا اللي رح يتمد يعني أنباك فيه زيت الفرما أو الزيوت وكذا إن شاء الله من ذكره أكيد كل المستلزمات رح تقدموهم للفائز نتمنى لكم التوفيق الحملة تبدأ غدوة إن شاء الله غدوة إن شاء الله نعم إلى غاية بعد شهر رمضان ممكن بعشرين يوم وحتى شهر إن شاء الله يا ربي يعني حملة كبيرة رح يقوموا بها أكيد الأكاديمية الوطنية لسلامة المرورية شكرا لك سيد مصطفى على زيارتنا وعلى تقديم النصيحة وعلى أتطارق لهذا الموضوع في البرنامج أكيد رح نتلقى في أعداد أخرى ونعودوا أن نصل على هذا الموضوع المهم جدا إن شاء الله إن شاء الله مشاهدة